نحن نتكلم عن مشكلة مرض مزمن مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي هو يصنف على الأرجح من ضمن الأمراض المناعية ما هي الأمراض المناعية؟ الآن أنت عندنا جهاز مناعي جهاز مناعي الذي يعمل الدفاع مقاومة البكتيريا مقاومة البكتيريا أي شيء يأتي من بره هو هذا الحائط الصد يعني الدفاع الذي يقلل تأثير المشكلة هذه على الجسم سبحان الله لسبب ما نعرفه مظبوط يبدأ الحائط الصد هذا يهاجم الجسم نفسه بدون وجود يعني ما في سبب أن يكون في وجود شيطاري من بر الجسم يخلي الجهاز هذا يتحرك ببساطة يعني يبدأ جهاز المناعي الخاص بالإنسان نفسه يهاجم نفس الإنسان وهنا في التصالب الوقت نتكلم عن أنه يهاجم الجهاز العصبي المركزي وتبدأ هنا الأعراض حسب المكان اللي قلنا نحن أكتب من منطقة تكون منها جهاز العصبي مركزي فحسب المكان تأتي الأعراض جميل طيب عندنا أنا دكتور الصورة هذه توضح لنا الخلية الطبيعية والخلية اللي أصيبت بالتصالب اللويحي جميل شوف سبحان الله يعني أحلى تشبيه أو أوضح تشبيه لتصالب اللويحي أنه شوفت سلك الكهرباء العادي عليه عازل أي بلاستيكي البلاستيكي ليش هدف هايدته أنا مش كهربائي ولا أنت كهربائي مثلا مهندسين لكن نعرف أنه هذا اللي يسرع التوصيل تتفق التيار بالضبط تتفق التيار بدون ما نخش في تفاصيل كبيرة فيها لأن الخلية العصبية فيها عليها غشاء سبحان الله نحن نسميه المايلين الغشاء المايلين بالعربي هذا اللي يخلي اللي هو الأبيض دكتور هذا اللي في اليسار اللي هو الأبيض هذا اللي زي زي الحبات الخرز نعم واربعض هذا اللي تخلي الخلية العصبية تبدأ من هذا الجزء الأعلى اللي هو المركز عشان تنزع على الطرف اللي هو تحت أي فأنت تخيل تبغل النبض كأنه بالإشارة العصبية تمشي سريعة طالما أنه الغشاء هذا انتاكت نظيف زي ما هو على طبيعته فيكون أسرع فمثلا البصر عشان من المؤشر البصري إلى مترجم الدماغ يعتم بسرعة البديء إنك تتجم بسرعة تحتاج أنه الغشاء هذا يكون متواصل على المسار اللي تبدأ فيه من النظر إلى ترجمة الدماغ للصورة بينما في التصلب اللي ويحي يعني ما نعرف بالضبط سبحان الله ما نعرف بالضبط ليش تبدأ العملية هذه لك نبدأ الغشاء هذه يتآكل فيصير تخيل المؤشر العصبي النبض اللي يبغى يمشي حيكون بطيء لأنه الطبقة المايلين المشاء اللي على السلك تخيل مثلا أنه ما هو موجود فهي ماشا تضيع يعني تتوهم تضعف قوتها كأنه فعشان كده يبدأ فيها خلل في خلية هذه تخيل هذه خلية بصرية أو خلية الحركية أو خلية الحسية فحسب الخلية المصابة تبدأ تتأثر أنها تفقد وظيفتها ببساطة بسبب الغشاء هذا أنه متآكل لكن أتكلم بشكل عامي إذن بشكل غير مباشر أنه وظيفة العزل التي كانت تميز فيها العصب في انتقال التائر العصبي تصير مفقودة عند المرضى لهم تصلب الوحي صحيح وهذا من أبسط مفهوم أساسي مهم في فهم تصلب الوحي فعلا